وصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك تنمية الجديد رانيا المشاط إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في الاجتماع السنوية تاسع لمجلس محافظي البنك الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار في مستقبل مستدام خلال الفترة من الثامن والعشرين حتى الحادي وثلاثين من أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا وتستهدف الاجتماعات السنوية للبنك مناقشة تمويل بنك التنمية الجديد للبنية الأساسية والمشروعات المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ومن المقرر أن يكتمع القادة وصناع القرار ورجال الأعمال لمناقشة كيفية تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام ويتضمن البرنامج عروضا تقديمية حول الأنظمة المالية المتطورة للتنمية المستدامة وأفاق الاستثمار المستدام من خلال المبادرات التي تعمل على مناقشة القضايا الاجتماعية والبيئية العاجلة وأفضل الممارسات في تنمية محركات جديدة للنمو المستدام ترجمة نانسي قنقر